ودائما مع أخبار الأندية الوطنية إذ صادق رؤساء فروع نادي الكوكب المراكشي بالإجماعة على التقريرين الأدبي والمالي للمكتب المدري خلال الجمع العام العادي المنعقد أمس بمدينة مراكش المكتب المسير تعهد بإنشاء قرية رياضية تشمل مجموعة من الملاعب الرياضية من مراكش نتابع روبرتاج لحسن بامو وسامير نور على نقيد مجموعة من الجمع العامة مر الجمع العام العادي للمكتب المدير لنادي الكوكب الرياضي المراكشي في ظروف جيدة وهادئة 18 فرعا صوتوا بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للفترة الممتدة ما بين سنتين 2013-2015 خلال هذا الجمع العام تم استعراض أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة هو المتعلقة بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها من طرف الفروع إضافة إلى الاهتمام بإصلاح البنية التحتية وجعلها تليق بسمعة هذا النادي العريق الحاصلة كانت إيجابية كانت منهم الله بشد سنتين المقبلتين نعودوا نشتغلوا ويكون نحسن من هذا الشيء وكان شكر جميع الفروع وجميع المسؤولين اللي أعطونا الدعم ومسؤول أعضاء المكتب المديرين اللي كي يشتغلوا وكي يسهروا على الفروع اللي هم مشكورين وكانت منها باش عاودوا يزيدوا ويشتغلوا ونشوفوا العهد اللي الذهاب يجال فراخ الكوكب مراكوش حاصلة إيجابية مئة في المئة بحكم أنه تحقات إنجازات ومشاريع مهمة بأنه أصبح النادي غير نادي مستهلك مئة في المئة بل الإنجازات التي تعرضوا من خلال الجنال المنظمة أنه بنت إنجازات ولنا إنجازات إن شاء الله سنحقها في فترة 2016 و2017 خطوات أخرى سيقبل عليها المكتب المديري خلال السنتين المقبلتين أهمها إنشاء قرية رياضية خاصة بجميع الفروع ولأجل ذلك تم تخسيس ما ينهز عن 14 أكتاراً لتشهيد مجموعة من الملاعب الرياضية دون إغفال مد الفروع بمزيد من الدعم المادي لتحقيق نتائج أفضل هذه السنة المدى وكانت عندنا المصاريف بالنسبة لبنايات وجهيزات ومننغل البدايين أنها أصل نحن على المداخل لكي لدخلوcy ل怎么样، لا نحن significance لكي ن 1992 مر breathing poly Lamlus عندما كانت الولايات كرئيس كوكب المراكشة في فرع كرات القدم أول هاجز كان الهاجز المادي وقدرنا نصل إلى استقلال نسبي وكان المكسب المديري ساعم فيه بشكل نسبي ونحن نتوقع دائما المكسب المديري دائما كان في شخص يوسف ظاهر كان دائما مواكبنا ومدعمنا وتحلل معنا المشاكل كلها التي تكون عندنا الحمد لله المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي برئاسة يوسف ظاهر يبقى أمله كبيرا في تحقيق مزيد من الإنجازات والإصلاحات ويبقى الدور معقودا على السلطات المحلية والجهات المعنية للدفع بعجلة الإصلاح والغاية الرقيب مستوى جميع الرياضات بعاصمة النخيل